في أغلب شوارع مدينة روسو وفي موسم الخريف من كل عام تقريبا يبدو منظر قنوات الصرف الصحي وهي ممتلئة بالقمامة والأكياس البلاستيكية التي تعيق جريان المياه بشكل سيابي بالقدر المطلوب حيث يستغل أغلب السكان هنا الفتحات الموجودة في القنوات لرمي القمامة ومن أجل وضع حد لتلك الظاهرة تجري هذه الأيام إعادة تأهيد لسبعة كيلومترات من شبكة الصرف الصحي في المدينة وذلك لتغطية محكمة للقنوات بالتعاون بين بلدية روسو والمركز الوطني للصرف الصحي هذه الأعمال التي ينفذ حالا متعلقين بالصرف الصحي قائمة بين شراكة بين البلدية والمكتب الوطني للصرف الصحي وهو ليصيانة هذا الصرف الصحي الموجود هذه السنة تميزت بأعلنهم قره أعلنهم له ينقصوا عدد الفتحات الموجودة لصرف الصحي وبالتالي له يعدلوا يتموا يقفلوا كل ست ماطر تود عندهم يقفلوا واحدة وبالتالي هذا يخفض ينقص من تشريب لوساخ وذلك الأمور التي يصلنا تقلق انسيابة الصرف الصحي ومتابعين معهم مظاهرنا أنه ليس يعد عمل ليس يطي نتيجة أحسن وتتم صيانة الشبكة وفق دراسة تضع تراتبية للأماكن داخل المدينة حسب أولويتها من خلال الحيوية ومستوى تجمع مخلفات مياه الأمطار في موسم الخريف خطوة رحب بها السكان هنا مؤكدين أهميتها في هذه الفترة من السنة الحمد لله جبارنا قعمد باصل فيه وواحل فيه وعادوا قعد يشتعموا كان يجبروا لنا بعض مشتعة جديدة وصوليسيونات بأسلن كان يطيحوا فيه وتيات كان دائما يطيحوا فيه ويتخسروا مرسان ديز ومن الحيوية المولي يخشوا فيه ورواقش المولي تركب بها المولين يمرقوا من راحة دائما يصدرون ويخشوا في رقولات ويها كامل لكن موصي زين يسركنا دير خاسرين ونختاروا حتى يعدلنا زين تبارك الله ومطالبين وليس زادنا عنك ويجديركم وليس عدلتوا زين حتى وهذه رقولات تعدلنا زين أنتم بحالة هذا تبارك الله زين لا عدلنا كامل نفت ومن المنتظر أن تشمل هذه الخطة باقي قنوات الشبكة لإظهار الوجه الحضاري للمدينة وكسرا لعادة المستنقعات التي تخلفها الأمطار خلال فصول الخريف الماضية محمد الملهادي قناة الموريتانية مدينة الرسول